أهلا بكم في بتوقيت مصر تتجه الحكومة إلى دمج أكبر سبعة موانئ في شركة واحدة وطرحها في البورصة وذلك في إطلاق الدولة لمرحلة جديدة من الخصخصة كما سيتم طرح نسبة من مشروعات النقل الحديث التي تنفذها الحكومة في البورصة وقبل نهاية العام الجاري سيتم طرح عشر شركات تتبع الدولة واثنتين تتبعان القوات المسلحة في البورصة واتخذت الخطوة في ظل تتجاه الحكومة لتمكين القطاع الخاص بشكل كامل خلال السنوات الثلاث المقبلة وفقا لرئيس الوزراء وفي سياق آخر قال نائب وزير المالية أحمد كوجوك اليوم إن مصر تهدف إلى الاقتراض بالطرح سندات خضراء وسندات للتنمية المستدامة بقيمة تتجاوز خمسمائة مليون دولار نعم إذن نحن نتحدث عن أكثر من شركة يتم يعني طرحها في البورصة المصرية شركات تابعة للقوات المسلحة شركات تابعة للموانئ المصرية ولكن الموانئ تحديدا ثار حولها كثير من الجدل بشأن التنازل أو يعني طرح هذه الموانئ في البورصة باعتبرها يعني من الموارد الاستراتيجية للدولة المصرية حول هذا الموضوع نرحب من ميتشيغان بالدكتور مصطفى شهين واستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلند الأمريكية برحب بك يا دكتور أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ تامر السعداء بحضرتك وبكل السادة المشاهدين في مصر أهلا بحضرتك يعني خلينا نبدأ بالموانئ تحديدا احنا اتكلمنا اكتر من مرة عن فكرة طرح شركات حكومية في البورصة طرح شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة وكان فيه إلى حد ما ترحيب الخطوات السابقة لكن الخطوة دي تحديدا دمج سبعش موانئ مصرية وترحها في البورصة وبالتالي تمكين مصريين وغير مصريين وشركات كبيرة ودول أخرى من المشاركة فيها البعض بينظر له بقلق وبخوف بأتبرها من الموارد الاستراتيجية ومن يعني نقاط القوى الاستراتيجية لمصر هل بتعتبر هذه الخطوة طبيعية عادية في إطار تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار ولا بتوافق الرأي من يقول أنها خطوة ربما تكون خاطرة الخطوة دي خطوة رمزية جدا وهي بتعكس مدى التدني والفشل المصري في إدارة المرافق العامة بالنسبة لنا في مصر والحياة ده شيء محزن للغاية بالنسبة لي لأن احنا تاريخيا من عهد الخدوة إسماعيل عندنا شركات بحرية لفترات طويلة كبيرة جدا تاريخيا ثانيا الأمر الأهم الحقيقة هو الأمن القوم المصري اللي هيأملك الميناء هيعرف كل مدخلات ومخرجات مصر كاملة هيعرف كل قوة الاقتصادية الحقيقية بغض النظر عن أي دولة حتى وإن كانت تضيقها دكتور بسحاك أول جملة قلتها أنها خطوة رمزية والكلام ده بمعنى أنها خطيرة هل هي خطوة رمزية بمعنى أنها لن تؤثر في وضع الموانئ دية شيء وستبقى الإدارة للحكومة وسيطرة للحكومة ولا ده الجانب الآخر أنها قد تهدد الأمن القوم لا هو أنت لما تدمج السبع موانئ في الشركة واحدة وتطرح الشركة في البورصة يبقى اللي هيشتري للشركة في البورصة حيمتلكها لأن حضرتك مش بتتكلم على حق الانتفاع ولا بتتكلم على فكرة إدارة أنت الآن بتتكلم عن بيع الشركة في البورصة طرح الشركة في البورصة ليس حق الانتفاع عام لأي شركة ما بجع حط شركة في البورصة معناها أن أنا ببحث مش حق انتفاع ومش حق إضاءة فإذا أنت الآن بتتكلم على على السلعة لو أنا قلت أن دي السلعة دي تعتبر من ركائز الأمن القوم المصري وبقول لهم في مصر هل يجوز لي أن أنا مع أن هذا صديق قد يكون ممكن أن أقجر جيش كامل لكن هل يجوز للدولة أنها تقجر كيش إدارة مرافق الكهرباء في مصر هل يجوز لي أن أنا كدولة أتنازل عن ملكية الكهرباء لا لكن يجوز لك أنك تنق من وحد في مدالك في إدارتها أو أدي له حق تدفع عام لفترة زمنية بحيث أن الدولة يجي لها عائد سنوي سابق أما أنا بالنسبة لي الآن تيجي تقول لي مرفق حاوي احتكال يجر عائد للدولة الأمن القومي للدولة بمنع منه تجارة المخدرات بعرف بصول الدولة بعرف إيه اللي تأكل إيه اللي تصروف وليك سابقة الموانئ تبيح حول تدير مرفق في ميناء نيويورك الكونجرس الأمريكي نفسه اجتمع ورفض الفكرة تماما مش لأن إحنا أقل من أمريكا أو شيء لكن أنا أقول لك من باب الأمانة إن إحنا دلوقتي بدأنا نخش كمراحل صعب لأنك أنت أزمتك الداخلية اللي أنت وقعت نفسك فيه اللي هي الماديونية الخارجية الآن وحدتك إلى الدولار كلتك تروح إنك تلتجي إنك أنت تريد بيع أصول عندك وأصول احتكارية يعني أنا عارف إنه بتجريلي داخل أو عائد بالنسبالي أروح أنا بيع أصول احتكارية بالنسبالي بسين أوصال الإمارات غير الإمارات هذا مورد عائل لا يجوز لك لكن تتبيعه خليني أتأكد إن إحنا فاهمين كلام حضرتك أو أنا يعني فاهم كلام حضرتك صح إنك ما عندكش مشكلة لو كان أسنت مثلا إدارة أحد المواني أو بعض المواني لشركة عالمية مثلا تقوم بإدارتها لمدة معينة على أن تبقى الملكية للدولة بخلاف فكرة طرحاها في البورصة ده يعني إن كل من يملك سهم هو يملك حصة في هذا المرفق ده التفريق اللي حضرتك بتقول بالظبط معي فكرة لك سامة دي فكرة بسيطة يا أستاذ سامة لما تقول سامة دي فكرة خد طرق على المشاهد لكن أنا دلوقت لو 100% من الشركة تباعد يبقى أنا حطيت 10 مليار دولار أنا خدت المواني بقاما طب ماذا لو طرحت نسبة بسيطة إن مثلا لأن أنا مش عارف ما شفتش النسبة اللي تتكلم عنها الدولة وما وضحاش رئيس الوزراء فماذا لو طرحت الدولة مثلا 30% من أسهم الشركة اللي هتعمل هديات اللي بنتضم السبع مواني للتداول في البورصة والتالي تدر عائد وتتيح فكرة المشاركة للقطاع الخاص وفي نفس الوقت تحفظ فكرة سيطرة الدولة الكاملة على المواني لو حصل ده هيكون مردي ولا في مشكلة شوف يا أستاذ أنا هكون معك في غاية الوضوء تماما أنا كان ممكن أقبل أن شركة السجاير تباحها رغم أن شركة السجاير شركة احتكارية وبتحقق أرباح من وراها أنا اللي عايز يخش مصر الآن تعالى خد لي شيء أنا ما عملتوش وعمله إنما أنتو دلوقتي روحت البنك التجاري الدولي اللي هو بيسموه يعني الكريمة بتاع البنوك في مصر شركات اللي بتدي انتاجية أعلى ولو أرباح أعلى هي اللي بتباحها الآن وطبعا أنا لو مستسمر لازم أبص كده أنا منش جاي أفتح جامعية خيرية عندكم في مصر لكن أنت والسلطيني لهذا المستوى التدني وشفت حضرتك المصريين وقفوا في قضية ما سبيره ووقفوا عشان ما سبيره ما يتبعش وشفت أنت مشيت الناس في بلاء أبو العلا طب إحنا تكلمنا يا دكتور معلش أعذرني عشان بس الوقت خلينا نستفيد بأكتر وقت من وجودك معنا السؤال حوالين النسبة هتفرق ولا لا يعني لو النسبة أقل من 50% فبالتالي تحفظ وأنا عايز أقفلك الباب من بابه أنا مش عايزك تإطراح لي ولو 5% حتى أنا عايزك دي أصولك ما ينفعش أنك تيجي بكرة تقول لي أنا عدي شركة إمتياز لقناة السويس لا ما تجيش تقول لي قناة السويس أنا عديها الحدي يدرها لي عيب عيب علينا إحنا كمصريين ما أنت بتلي قناة في أسفق فترات لك لما خدت القرار وأممت القناة ولا تيجي ما هو وإحنا ليه عايزين نحط رأسنا في الطراب يا سيدي ما أي واحد في مص لو أنت جيبت شركة الإمارات نفسها وبعدت لها فريقين مصريين ودربتهم هناك كلهم تعالوا ديروا الموانئ وحطت استثمار 10 مليار دولار في الموانئ هتحسن جودة الموانئ ليه أنا مستني كل شيء هيجي لي موانئة وليه أنا قاعد شغال بوزع لأولاد دولار هذا سؤال الأخير يا دكتور برضو علشان في إطار أننا نحاول نفهم الحقيقة لأن الموضوع دايما بيكون معقد وفي تفاصيل كتير يعني الجزء بتاع الطرح في البورصة أو بيع حتى حصص من أسهم الدولة لما بتشوف العائد بتاعه 2 مليار دولار 3 مليار دولار أرقام يعني للدولة المصرية من ناحية وحتى كجزء من الديون المصرية من ناحية مش هي المغرية لأنك انت تبيع علشان تاخد المبلغ ده لأنه في النهاية مش هيفرق كتير في وضعك المالي طب ده بيحصل ليه ببساطة جدا جدا لسببين أساسيين السبب الأولاني طفاقم المديونية الخارجية وأن أنا أصبح علي أقصات ومش عارف أن تفحها واللي حابب يدخل عندك في الاقتصاد يقول لك أنا مش أحطيك بروض مرة أكثر لا أكثر أنا كل اللي هدهولك عايز أخش عندك في الاقتصاد أخذ حاجة أقصات ليه؟ عشان استفحال أزمة المديونية الداخلية والعجز في الدولار الأمري ده السبب الأولاني السبب الثاني ورغبة صندوق النقدي التولي إن الشركات الملكية العامة ودي غير موضوع الموالي الشركات القطاع العام أن تباع وأنتزي حصة القطاع الخاص في السوق وهذا المطلب ربما نكون لنا اتفاق عليه ما بيش فيديك لك في النقطة لكن النقطة الأولانية مهمة جدا تمام وضحت الصورة وبشكرا جدا على هذا التوضيح دكتور مصطفى الشهين وأستاذ الاقتصاد بوكلية أوكلندا الأمريكية شكرا لك